اشتركوا في القناة في مرحلة تشهد فيها الصناعة الإعلامية تطورا متسارعا انطلقت أعمال النسخة الثانية للمنتدى السعودي للإعلام ليفتح آفاق جديدة تتعلق بتحديات الإعلام والمحتوى ومهنة الصحافة وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من دول العالم أنا سعيد بوجودي اليوم في المنتدى السعودي الإعلام بنسخة الثانية وأبارك للمملكة العربية السعودية وأبارك لزملاء الإعلاميين وأبارك للجهات المنظمة لهذا المنتدى على هذا النجاح والتطور عام بعد عام وعلى ما تضمن المنتدى أولا من حضور مميز من إعلاميين من كافة دول العالم ومؤسسات إعلامية وصناع الإعلام إضافة إلى ما المحتوى الأجندة والبرنامج العمل المكثف الذي تتضمن هذه اللقاءات لأن تطرح قضايا مهمة ومعلومات مهمة وأفكار مهمة وأشكاليات مهمة حقيقة نعانيها فلما نأتي كمتخصصين وكصناع في هذه الصناعة لمعالجة والحديث حول هذه المشاكل التي نواجهها في الإعلام أكيد سيكون لها مردود إيجابي المنتدى هو فرص أن أعتبره حزمة فرص لمن أراد أن يبحث عن الحقيقة زي ما قلنا دائما أن الإعلام الجديد كلام فيه كثير أتينا للمنتدى هذا من أجل أن تتلاقح الآران أيضا مهما في المنتدى هو جمع الشمل أني أشوف حبتي في البحرين أني أشوف حبتي في الكويت أني أشوف الآخر الذي من زمان ما شفته أشوف مغرد صاعد أشوف كاتب تقليدي قديم هذا كله هو ثمرة المنتدى هذا المنتدى يقدم فرصة ومنصة للإعلاميين لتزاوج الأفكار ونقل المعرفة وتبادل الخبرات وذلك بهدف مواكبة المتغيرات التي تطرأ باستمرار على البيئة الإعلامية نتعيدين جدا برؤية أخواننا الإعلاميين والصحفيين للطلاع على أبرز وأحدث ما يدور في عالم الصحافة مناقشة الهموم، إيجاد حلول لتطوير المهنة لنقلها إلى المستوى الأعلى وإلى مستوى أكثر تطورا وتقدما مواكبا لتطلعات القراءة والتطلعات المشاهدين على مدى يومين يسعى المنتدى للخروج بأفكار وتوصيات تساهم في تنظيم مهنة الإعلام واستشراف مستقبلها لتبقى رافدا أساسيا لتنمية المجتمعات الصناعة الإعلامية صناعة لحد لتطورها فهي تتجدد في كل يوم فكريا وتقنية لكن هناك تحديات كما أن هناك طموحات لدى مختلف وسائل الإعلام وهذا ما يناقشه المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بسامي بدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين الرياض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر